الاحتجاجات ضد نتانياهو مش علشان الحرية والديمقراطية بس لكن المحتاجين عندهم مبررات تانية أهمها تاريخ نتانياهو مع الفساد وزي ما شفنا ان الكتير من المحتاجين شايفين ان نتانياهو هيستغل منصبه كالعادة كغطاء على الاتهامات الموجهة ضده أمام القضاء ومنها القضية 2000 ودي بتتعلق بمحادثات سرية تسربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية جرت بين نتانياهو وأرنون نوني مزيس صاحب صحيفة يدعوت أحرنوت اللي كانت بتنتقده بشكل دوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخيل كده فجأة يطلع لنا المجرم بين يمين نتانياهو يقول اننا بالفعل دولة احتلال وسلبنا الفلسطينيين حقوقهم واخدنا أرضهم وحان الوقت اننا نعترف بكده مش كده وبس ده كمان عايزك تتخيل انه طالع يقول انه بيطالب ان هو واللي معاه في الحكومة الصهيونية الحالية واللي تبقى من الحكومات السابقة انهم يتحكموا وينالوا أقصى العقوبات على ما اقترفوه في حق الشعب الفلسطيني هل ده بالشكل ده ممكن يحصل؟ طبعا ده مش هقول من رابع المستحيلات ولكن تقدر تقول كده انه من عاشر المستحيلات أهو ده بالضبط الموضوع اللي معانا في حلقتنا النهاردة مع حضراتكم رئيس الأركان الإسرائيلي بيطالب بتحرير القدس طب ازاي ومن مين؟ مبدئيا كده زي ما فيتو الجاردين عندنا برضو فيه في إسرائيل نفس الحكاية عند الحكومة الجديدة المتمثلة في حكومة حزب اللي كود وهي الأكتر تطرفا في تاريخ إسرائيل زي ما الإسرائيليين نفسهم بيقولوا الكلام ده فاز حزب اللي كود في آخر ديسمبر اللي فات برئاسة الحكومة الإسرائيلية وتولى رئاستها بن يمين نيتانياهو وضم التشكيل أكتر الأعضاء تطرفا منذ نشأة الكيان المحتل اللي حصل زي ما كلنا تابعنا إن الحكومة دي كان من أول أعمالها اقتحام جينين يعني كعادة هذه الحكومات الصهيونية كل ما تجي حكومة تبدأ بعملية إجرامية يروح ضحيتها العشرات بل المئات من إخواننا المساكين في فلسطين الذين لا حول لهم ولا قوة وأنا كلامي هنا طبعا عن الشعب المسكين مش عن تجار القضية من الجماعات الفلسطينية اللي كلنا عارفينهم وطبعا اقتحام جينين ده اللي أدى لمقتل حوالي عشر فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وطبعا كان فيه رد من الفلسطينيين على الواقع دي وشهدنا الطار من خلال العملية اللي قام بها شاب فلسطيني الجميل في الموضوع ان خلال الايام اللي فاتت شفنا مظاهرات كتير في شوارع القدس المحتلة بتطالب بتحرير القدس تحرير القدس هنا من مين بقاه؟ طبعا من حكومة اللي كود الجديدة اللي بيترقسها المتطرف بنيامين نتانياهو وده الشيء اللي حصل لكن الشيء الغير طبيعي بقى لما تعرف ان المدينة المحتلة شهدت احتجاجات كبيرة جدا ضد نتانياهو وضد اللي كود واللي كان بيقود الاحتجاجات دي مجموعة من ضباط الامن الاسرائيلي بلغ عدتهم حوالي 2000 ضابط دعوا الجماهير للتظاهر ضد نتانياهو تحت شعارات المعركة لأجل تحرير القدس طبعا تحرير القدس هنا مش المقصود به تحرير القدس من الاحتلال ده احتلال فوق الاحتلال يعني اسرائيل احتلت القدس وحكومة نتانياهو احتلت اسرائيل وده برضو كلها تحت شعارات دينية بيقودها تجار الدين اليهود وده اللي كشفه دان حلوتس رئيس اركان الجيش الاسبق اللي بيقود حاليا زي ما نقدر نقول كده انقلاب على الحكومة الجديدة برئاسة نتانياهو ممكن دلوقتي الاقي واحد طالع لنا بقرنين طالع يقول لي يعني انت زعلان يا عم حسين ان فيه مظاهرات ضد حكومة نتانياهو وعاوز المظاهرات دي تنفض ايوة ما هو فيه عقول تفكيرها كده ما هم دول برضو نفسهم اللي هتلاقيهم ضد بلادنا وبيصفوا جيش مصر بانه جيش انقلابي وتلاقوهم ليل نهار سب وشتم في الرباع العربي ككل فمش غريبة ان يكون دا ظنهم يعني دان حلوتس خلال كلمته لوسائل الاعلام مبارح قال ان المظاهرات دي عبارة عن حرب بيخوضوها دفاعا عن الحرية وعن المبادئ اللي تمت صياغتها في وثيقة الاستقلال اللي بتسع حكومة نتانياهو لمحوها بدءا بالديمقراطية والحرية حتى اليهودية وانا بصراحة مش عارف استقلال من مين يعني حتى الدين اللي بيتجروا به كشف دان حلوتس حلهم وفضح نتانياهو وفضح حزب اللي قود وقال تقريبا ان دول عبارة عن تجار دين واستمالوا المتعطفين معهم تحت شعارات محاربة الفكر اليساري وان دا كله كدب في كدب وقال انهم بيحاربوا الجميع يمينا ويسارا يهودا وعربا نساءا ورجالا يعني شعاراتهم الدينية ما هي الا اكاذيب لتحقيق مصالحهم زي ما قال دان حلوتس اما المتظاهرين في شوارع القدس المحتلة برضو قالوا انهم مش هيسكتوا على محاربة حكومة نتانياهو وانهم مستعدين للموت في الحرب دي ورفضين الاستسلام ضد فساد نتانياهو امتدت المشكلة دي كمان من المتظاهرين لاعضاء عينهم نتانياهو نفسه في القضاء منهم مثلا مستشار سابق واللي هاجم نتانياهو وحكومته بضراوة انصار نتانياهو هم كمان بدأوا يظهروا خلال المظاهرات فمثلا تدخل مجموعة من اليمينيين المتطرفين المؤيدين لحزب اللي كود وهاجموا المتظاهرين ورموهم بالحجارة واستخدموا ادوات حادة منها اسلحة بيضة واتهموهم بانهم خوانة ويسريين وان قيادات هذه المظاهرات عبارة عن مجموعة من المتطرفين وطلبوا بمحاكمتهم المظاهرات ضد حكومة نتانياهو بدأت منذ فوز حزب اللي كود برياسة الحكوم يعني مش اليومين دول بس لان الاسرائيليين مجربين سياسة اللي كود ويبدو ان الاحتجاجات هتستمر فترة طويلة من جميع الاطراف سواء كانت من قوات الامن او من معارضي الحزب وعلى رأسهم بالطبع حزب العمل فبعد اعلان فوز نتانياهو خرج المتظاهرين لشوارع وسط القدس المحتلة حملين لافتات كتبوا عليها ارحض ومعا ضد الفاشية والفصل العنصري والديمقراطية في خطر وغيرها من اللافتات وكتبت زعيمة حزب العمل سلسلة تغريدات ضد نتانياهو اتهمته فيها بالتشدد الاحتجاجات ضد نتانياهو مش علشان الحرية والديمقراطية بس لكن المحتجين عندهم مبررات تانية اهمها تاريخ نتانياهو مع الفساد وزي ما شفنا ان الكتير من المحتجين شايفين ان نتانياهو هيستغل منصبه كالعادة كغطاء على الاتهمات الموجهة ضده امام القضاء ومنها القضية 2000 ودي بتتعلق بمحادثات سرية تسربت لوسائل الاعلام الاسرائيلية جرت بين نتانياهو وارنوني موزيس صاحب صحيفة يدعوت احرنوت اللي كانت بتنتقده بشكل دوري وايضا القضية 4000 ودي نتانياهو متهم فيها بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزيك للاتصالات مقابل تغطية ايجابية عنه وعن زوجته صارة على موقع اخباري يديره الرئيس السابق للشركة اما بقى جرائم نتانياهو ضد الفلسطينيين فتمثلت في ثلاث حروب قدها ضد الشعب الاعزل خلال 12 سنة من توليه رئاسة الوزراء قبل الحكومة الحالية الحرب الاولى ودي كانت في 2012 وكان بيطلق عليها اسم عمود السحاب واستمرت 8 ايام بعد اغتيال احمد الجعبري قائد كتيب القسام الجناح العسكري لحماس وادت العملية دي لمقتل 162 فلسطيني بينهم 12 طفل و 11 سيدة واصابت نحو 1300 اخرين وبعدها هدمت اسرائيل 200 منزل بشكل كامل ودمرت 1500 تانيين الحرب التانية كان اسمها الجرف الصاعد او الجرف الصاعد في 2014 واستهدفت قطاع غزة واستمرت 15 يوم وتمثلت في شكل عدوان عسكري كامل جوي وبري وتسببت في مقتل 2322 شخص ما بين رجال واطفال ونساء و 11 ألف مصاب وارتكبت مجازر بحق عدد كبير من العائلات الحرب التالتة كانت باسم حارس الجدران في 2021 وتوقفت الحرب دي بعد تدخل الجانب المصري ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أطلق مبادرة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد مفاوضات أجرتها مصر مع الجانب الإسرائيلي الممثل في حكومة نتانيون طبعا مظاهرات زي كده رغم إنها مش للتعاطف مع الفلسطينيين بتسعدنا جدا ونسأل الله أن يجعل بأس هؤلاء بينهم وأن يسلطهم على أنفسهم لأن بكل تأكيد في تفرقهم وفي اشتاتهم مكسب كبير لنا لكن هل هيستمر هؤلاء في هذه المظاهرات وهل من الممكن أن المظاهرات تتسبب في خسائر للجانب الصهيوني نتمنى من الله ذلك ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر